تعافوا أقول أن العالم بأسره بدأ يدخل خطوة بعد خطوة في أزمة كبيرة أزمة مالية أزمة اقتصادية وأكثر من ذلك أزمة حضرية العالم بكل مشى حسب قدرة الأرض ويستقدم كمحروفات وطاقة ومواد قولية لكن في العصر هذا بدأ خالي يظهر أن الاقتصاد العالمي لا يستطيع يعيش على نفس الوطيرة ومن المحتمل جدا أن القدرة المعيشية تاع الغرب كدول قوية رح يسقط وهذه الدول مش قبل التراتع على القوة التحى وعلى الإمكانية التحى وعلى المستوى المعيشين تحى فالعالم كل رح يدخل في أزمات متعددة الأبعاد والأزمة هدو رنشفناها بداية من الدول في الخليج العراق وفي فلسطين ودول أخرى أبعاد دربة مشوية أفغانستان وباكستان إلى آخرين فهدو ما إلا إشارات أولية لتعدد الأزمات في العالم وإحنا هنا في الجزائر عنا الإمكانية ضخمة في الجنوب خاصة وهذه ربما تدفع بعض الدول لأطماع التحكم فيها فوش رح يجري في الجنوب وفي ما وراح القلوب الجنوبية في الجزائر في مالي بالخصوص ومن قبل في ليبيا وفي دول أخرى هذا يعني أنه تغييرات في السياس عديجية رحيك ماشية وما لازمش الجزائر تسقط في كمين لأنه نقدر الخلصة غالي من بعد هاد الأزمات وش أنت منقول على العمليات هذه تعيينه الناس أولا عندما قامت نظر ما كانش اختيار للجزائر إلا أن تدافع على نفسها كان لازم مهما ثاما باش القوات تاع الأمن الجزائري تدخل وتنقض الرهائم حتى ولا كنا ننتظر في ضحايا لأن العملية كما هذه مستحيل ما يكونش فيه ضحايا بعد العملية شفنا في كل التلفازات الخارجية عن الكبير من الخبراء والسياسيين من كل الدول من أمريكا إلى بريطانيا إلى فرنسا إلى دول أخرى كان له موقف ربما سلبي تجاه الجزائر وهذا كان يخلي الإنسان نتاء العياج يقول لك ربما أنه أسلاك الأمن الجزائري تدخل بقوة وعرض حياة المواطنين انتحهم نقول لهم عندما كانت يعني عمليات إرهابية في الدول انتحهم شفنا مؤخرا مثلا في أمريكا في نيوتون بالضبط وين شخص واحد تدخل وقتل 22 طفل في مدرسة قلوا لهم علش أنتوا ما محررتوش رهائن ومقدرتوش يعني تنقضوهم بدون أي ضحية شفنا من قبل في ميترو لندن مثلا شفنا في إسبانيا شفنا في الكثير والعديد من المناطق عندما كان يعني إرادة لتهديم فو القتل من صعب جدا بش تنقض رهائن وتنقض يعني في عمليات صعبة جدا من جهة أخرى نشوفه عندما يكون تدخل أجنبي في إخغانيستان أو العراق أو فلسطين إلى آخرين يقول لك هادوما غلطات يعني يعني هدا هو هما يبركوا نفسهم مباشرة هما يعني معروف معقول باللي يكون دي دو ما شكولاتيرو أما الجزائر معناش حق كيدفع على نفسها يكون دي دو ما شكولاتيرو